أقيم منتدى مكافحة السمنة في مملكة البحرين وحفل تجيين المبادئ التوجيهية لعلاج السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال والمراهقين والبالغين سعدات الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أكدت في كلمتها بأن مملكة البحرين قد أولت اهتماما كبيرا بمرض السمنة والأمراض المزمنة غير السارية المرتبطة بها حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية بهدف وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج للحد من انتشار الأمراض المزمنة ومن بينها مرض السمنة كما تعمل اللجنة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومن خلال الشراكة المجتمعية على تنظيم ورش عمل وندوات وفعاليات توعوية تهدف إلى نشر التوعية لمكافحة السمنة والحد من مضاعفاتها وقد أكدت سعادة وزيرة الصحة بأن الإعلان عن تدشين المبادئ التوجهية لعلاج السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال والمراهقين والبالغين يأتي ليكون مرجعا وطنيا علميا في مملكة البحرين هذا وتضمن حفل الافتتاح عرض فيديو لأبرز قصص النجاح كما تم تكريم وتوزيع الدروع والشهادات على المسؤولين وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية لجهودهم ومبادراتهم الفاعلة في دعم مهامي وأهداف اللجنة في المجتمع البحريني طبعا هناك إحصائيات عديدة مملكة البحرين تتميز فيها حول العالم هذه الإحصائيات دائما تبرزنا ونحن نستانس لأن نشوفها في مملكة البحرين نقول الأول عربيا الأول عالميا الأفضل عالميا حتى مؤخرا بالأمس شفت أن حتى الحصائيات الفورميلة كان الأول عالميا من 2015 على حسب عدد المشاهدين وسباق البحرين كان من بين أفضل 15 سباق في تاريخ رياضة السيارات فهذه الإحصائيات جايما نفتخر فيها وإذا شفنا قيادتنا الحكيمة مبتسمة في ظل وجود هذه الإحصائيات التي تميز مملكة البحرين من بين دول العالم فهذا يشجعنا أن نعمل على أن نتأكد من أن جميع الإحصائيات هي إحصائيات مميزة الحافل يكون تحت رعاية كريمة من قبل سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح والذي يأتي في إطار حرص وزارة الصحة بمتابعة أبرز المستجدات في مجال الوقاية والتشخيص لمكافحة السمنة واستعد إلى تطوير وتحديث آليات علاج السمنة المقدمة لمرضى السمنة في مملكة البحرين طبعا نحن جدا سعيدين بهذا المشروع حيث يعتبر أداء متوفرة لجميع العاملين الصحيين وتكون مبنية على أسس علمية لعلاج السمنة في الفئات العمرية المختلفة وطبعا هذا يأتي من ضمن عدة مبادرات ومشاريع يقوم بها قسم التقذية بإدارة الصحة العامة لمكافحة الأمراض المزمنة وعلى رأسهم السمنة باعتبارها من أهم أولويات المشاكل التغذائية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر